الزمالك بيحقق فوزه الأول هذا العام فوز مهم يكسر سلسلة التعصرات مليون مفروض الزمالك اللي مقدرش يحقق أي فوز في 2023 قدر النهاردة يحقق انتصار مهم على منافس كبير هو فيوتشر فوز كان محتاجه الزمالك علشان يلملم أوراقه من تاني ويثبت أقدام مدربه الجديد أسامة نبيه المشوار لسه طويل ومليان منافسات المهم ان الزمالك يعرف يبني على انتصار اليوم ويصحح باقي أخطاقه جماهير الزمالك اللي عاشت المعجزة الموسم الماضي مستنية بس مستوى وحماس الموسم الماضي وحقه يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم كان فيه مباريات مسيرة جدا في الدوري المصري الممتاز مباريات مسيرة أيضا في كل الدوريات الأوروبية نبدأ بالدوري المصري الجولة السادسة عشر نهاردة سموحة فاز على انبي اتنين صفر في ولاية أولى للكابتن أحمد سامي وبرامات زوسترامية كلوباترة عدلاء إيجابية اتنين اتنين في مباراة مسيرة جدا زمالك وفيوتشر مباراة كان فيها ندية كبيرة جدا الزمالك قدر يحقق فيها الفوز اتنين واحد في الدوري الأسباني الجولة التسعة عشر أتلتكم مدريد فاز على أساسونة واحد صف وريال مدريد فشل في الفوز على ريال سوسيداد واكتفى بالتعادل السلبي دون أهداف الدولي الإيطالي الجولة العشرين ميلا النهاردة ميلا الكبير ميلا حمل اللقب بيخسر من ساسولو خمسة اتنين ويفونتوس اللي بيعاني بسبب خصم النقاط بيخسر كمان النهاردة من فريق اسمه مونزا مونزا النهاردة كسب يوفونتوس اتنين صفر مباراة كبيرة أكبر مباريات الدولي الإيطالي اليوم كانت مباراة نابلي وروما وكانت مباراة مصيرة جدا فاز فيها نابولي اتنين واحد عشان يفرق عن أقرب منافسي في الدوري الإيطالي ب13 نقطة في الصدارة نقدر من النهاردة نقول مبروك لنابولي لقب الدوري الإيطالي في كأس الاتحاد الإنجليزي في دول الاثنين وثلاثين برايتون بيفوز على فريق ليفربول اتنين واحد وليفربول ما زال يعاني هذا الموسم يعاني جدا في كل البطلات طيب نروح للدوري الممتاز بعد نتاج اليوم اللي هاخد المباريات كلها تفصيلا يعني بس هبدأ بمباراة الزمالك وفيوتشر الزمالك النهاردة كان متقلق كان فايق كان رائع سيف الجزيرة النهاردة سجل الهدف الأول في ديئة 14 وتعادل مروان محسن في ديئة 24 خطأ من غنام في هدف الزمالك وخطأ من محمد عبدالغاني في هدف فيوتشر اللي سجله مروان محسن ببراعة رائعة جدا جميل الزمالك لأمام حضراتكم كانت محتاجة تفرح بصراحة تبقى لها كتير ما فرحتش وان كان فيوتشر كان واضح جدا انه داخل المباراة يكسب مش داخل المباراة حتى يتعادل فيوتشر من الفرق اللي بتنافس السنة دي على الدوري الممتاز والفوز النهاردة على فريق من المنافسين الأسيين والرأسيين كان يبقى فوز مهم جدا لي فيوتشر ولكن الكابتن علي ماهر عنده سوق توفيه دائما مع نادي الزمالك ده هدف التاني دي الزمالك اللي سجله بطريقة رائعة جدا المتعلق النهاردة سيف الدين الجزيرة اللي سجل هدفي نادي الزمالك بالمناسبة في هذه المباراة بطبيعة الحال سيف الجزيرة أفضل لاعب في المباراة بهدفي اليوم وهدفي الفوز لنادي الزمالك الهدف ده كمان هدف رائع جدا من سيف الجزيرة بس إحقاقا للحق إحقاقا للحق هذا الرجل لابد أن يأخذ حقه كاملا كاملا محمد عبد الشافي لاعب ما بتجيش عليه الأضواء كتير عشان هو بيبعد عن الأضواء عشان هو بس ملكس في الكورة بس ملكس في الكورة والله الزمالك حلته وحشة هتلاقي عبد الشافي كويس والله الزمالك حلته رائعة هتلاقي عبد الشافي كويس والله في أزمات في نادي الزمالك هتلاقي محمد عبد الشافي كويس والله الزمالك مستقر جدا فهتلاقي محمد عبد الشافي كويس لا هتلاقي محمد عبد الشافي عنده صفحة تهلهل باسمه على الفيسبوك وتقول الجميل الجامد الحرائل اللي مش عارف ايه ولا هتلاقي له تصريحات نارية ورنانة وازمات ومشاكل ولا هتلاقيه يتحدث عن المنافسين ولا هتلاقيه بيقول انا نجم الفرقة ولا هتلاقيه بيتخانق على تعاقد ولا بتلاقيه بيتخانق على فلوس ولا بيقول اصلا الكابتن ولا بيقول اصلا استحق واستحق واستحق ولا بيعمل اي حاجة خارج اطار الملعب والتسعين دقيقة والتدريبات لاعيب اقرب للمثالية لاعيب رائع لاعيب نموذج 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 للاعب كرة القدم عالميا ده النموذج بتاع لعيب الكرة لما بيقول لعيب الكرة ده المفروض يعمل ايه يشتغل كويس يأكل كويس يشرب كويس ما يصهرش مايركس غير في الملعب لما نحتاجه نلاقيه لما يقعد دكة ما يعملش ازمة لما يبقى اساسي يبقى جيد بدنان يحافظ على نفسه عشان هو متقدم في العمر كل ده بيعملو محمد عبد الشافي لما تيجي بقى تقول لي اصلسين اسطورة اصلصاد اسطورة اصل ده اللعيب العظيم اصل ده اللعيب اللي ما جابيتوش مش عارف ايه هو محمد عبد الشافي وبس مع كامل الاحترام للجميع مع كامل الاحترام لكل المواهب والامكانيات وكل شيء بس لفظ اسطورة ده ينطبق بصراحة شديدة على محمد عبد الشافي ايه الاداء ده ايه الرجولة دي ايه الجاهزية دي ايه الخبرات دي ايه لمسة الكورة اللي فيها كل الزكاء ده سواء في الناحية الهجومية او في الناحية الدفاعية فالراجل ده لازم دائما وابدا نسلط عليه الادواء عشان هو ما بيدورش ابدا على الادواء فمن حقنا او من حقه علينا ان احنا اللي نروح ونسلط الادواء عليه ايه ده ايه الجمال ده في وسط يعني كل حاجة غريبة بتحصل في الكورة في وسط احيانا عبس تلاقي نموذج حلو تتكلم عنه تقول كلام حلو نطلع احنا كناس بتشتغل في الاعلام نلاقي حاجة حلوة ومنورة وحاجة تفتح النفس ونقول يا سلام يا سلام لو كل لعبتنا كده يا سلام لو كل مدربنا كده يا سلام لو كل مسؤولين الكورة كده يا سلام تخيل لو احنا عايشين حياة كلها محمد عبدالشافي في كرة القدم تخيل هتبقى الحياة عاملة ازاي السلام سلام وبس يعني والله قد ترخيره قد ترخيره اللي خلانا نعرف او نلاقي حاجة نقولها حلوة في وسط حاجات كتيرة مش حلوة فقد ترخيره يعني كابتن اسامنة بيه بعد المباراة حول الحديث عن عرض امام عشور تعرفين امام عشور عنده عرض من ميتلند الدرماركي وكلمنا عن العرض ده الاولى ولكوا تفاصيل العرض امام عشور عنده عرض من ميتلند الدرماركي متقدم من اسبوعين العرض ده بتلاتة مليون دولار نادي الزمالك مرحب من حيث المبدأ برحيل امام عشور بالرقم ده لسببين اول سبب انه فعلا مش عايز يقف قدام رغبة امام عشور في الاحتراف الاوروبي ده سبب السبب التاني انه الزمالك محتاج سيولة مالية من الدولارات عشان بعض التزاماته وانا بصراحة وانا بصراحة لو سألتني اقولك انا معنادي الزمالك لو بيفكر بالطريقة دي هتقولي يا عم ده نجمي الفرقة هقولك والله الزمالك هيخسر كتير برحيل امام عشور هيخسر اكتر لو التزاماته المالية مقدرش يوفيها للعابين والمدربين وخلافهم هيخسر اكتر بكتير فانت دايما بتدور على اقال الخسائر طيب ده من ناحية اللي هو ايه انت مشجع للزمالك انا بكلم دلوقتي مشجع للزمالك اللي هو مش هيفكر غير في ان امام عشور ده لقيم مهم وانا عايزه في الفرقة فانا بقولك انه اه هيبقى خسارة كبيرة الخسارة الاكبر ان انت ميبقاش عندك سيولة تقدر تسدد بها بقى الالتزامات بتاعتك فبدل ما انت هتخسر امام عشور بس فممكن تخسر اكتر من اللاعب تاني يبقى ليه مستحقات ولا حاجة فمش لو الزمالك بيفكر بالطريقة دي وعلى فكرة كل انا في العالم بتفكر بالطريقة دي انا ممكن ابيع لعب مهم عندي عشان اعرف اشتري لعبه تانية اعرف اسدد الالتزاماتي ويبقى الفرقة احسن احسن برحيل اللاعب المهم ده من ناحية تانية عامة مالهاش علاقه بقى بجمهين نادي الزمالك اهو انا بقى محدد في كلامي من ناحية تانية مالهاش علاقه بجمهين نادي الزمالك اللي مش هتبقى مخترعة بكلامي او مش هيعجبها الكلام ده احنا عايزين لعبه مصريين موجودين في اوروبا ويبدأوا ياخد خطوات وامام عشور من لعيبة اللي تقدر تلعب في اوروبا كواليتي يلعب في اوروبا يقدر طبعا اكبر بعد كده ده لو انتقل بس يلا عندها لعيبة كبيرة ومميزة موجودة في اوروبا تاني الكلام ده موجه للناس اللي بتحب مصلحة الكرة المصرية لكن جباين نادي الزمالك بطبيعة الحال مش هيهمها غير مصلحة نادية نادي الزمالك فما تقعدش بقى تقول لي مصلحة الكرة او انا مالي وانا لما اخسر مصلحة الكرة المصرية المالي بيها او انا هخسر مش عارف ايه حقك بس من ناحية التانية لمصلحة الفرقة عموما كابتل قسامة نبي وفي كل احوال يعني ده قرار مجلس ادارة وقرار اللاعب وتفاصيل لسه ما تمش حسمها مية في المية بس طبعا عشان فاطر انتقار بتاعتناها القرابة تخلص فاحنا منتكلم في ساعات وممكن الموضوع ده يبقى 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 ملأ ده قرار مجلس ادارة نادي الزمالك هم اللي هشوفوا الاصلح ايه ويعملوه اكيد يعني امام عشور كابتل اسامة نبيه في المؤتمر الصحفي قال انا عرفت ان امام عشور جاله عرض خيالي من فريق اوروبي وبالتالي من الصعب من الصعب الوقوف امام طموحاته وقال انا مش هقف او مش هقف امام طموح اي لاعب هو بالنسبة لي مثل يوسف واسامة نبيه وسيد عبدالله نمار وكلهم لعيبة عندها طموح انها تخرج في اوروبا وقال انا لو قفت في سكة طموح اي لاعب هيكون امر محزن جدا وقال انه ما يعرفش اذا كانت الصفقة هتم ولا لأ لكنه بيأكد انه مش هيقف قدام حلم امام عشور وقال ان احنا دايما بالنادي باحتراف اللاعبين المصريين في اوروبا عشان يخدموا الكرة المصرية وده كلام في منتهى الاحترام من الكابتن قسامة نبيه وده اللي كنت لسه بقوله لكم ممكن جمهور نادي الزمالك لانا عايز مصلحة فريق وخلاص بس الناس المسؤولة بتشوفها بشكل اكبر شوية بشكل اكبر شوية انه مصلحة الكرة المصرية تخلي لاعب مصري يطلع في اوروبا دي حاجات كويسة بكل تأكيد وقال لو جي عرض محترم لاي لاعب زي زي مثلا العرض اللي جاي لإمام عشور احنا كلنا في النادي مش هنقف قدام طموحه ده بالنسبة لإمام عشور تحدث ايضا عن احمد فتوح وقال ان انا استبعيت احمد فتوح من قائمة المباراة بسبب غيابه الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية والعمل كان او عمله كان بشكل فردي في التدريبات وده ما يتفقش مع فكرة مشاركاته في المباراة وقال انه هيبقى فيه اه شغل مع فتوح الفترة اللي جاي فيه التدريبات الجماعية عشان يبقى موجود وجاهز مع الفريق قدام فرقه في المباراة المجبلة طيب تلكم انباراة على حكاية صفقة بالحاج احمد بالحاج الزمالك لسه عايزه احمد بالحاج لعب اسوان بس اسوان عارض او كان طلب 20 مليون جنيه عشان يبقى احمد بالحاج لي اسوان نادي الزمالك قالك لا انا مقدرش ادفع اكتر من 10 مليون جنيه يعني نص الرقم ده دخل في النص فريق سيراميكا كليوباترا وقال احنا عايزين اللاعب ده بـ 12 مليون جنيه فالزمالك قال والله طيب انا هاخد اللاعب ده اعارة بنية الشراء وممكن اوصل لرقم اعلى من العشرة مليون جنيه بس الاول اخده اعارة واشوفه في الملعب مع الفريق وبعد كده ممكن نوصل لرقم يردي الطرفين سواء نادي الزمالك او نادي اسوان اما فكرة الشراء النهائي بالنسبة لنادي الزمالك فهو متوقف عند 10 مليون جنيه نادي اسوان ما عندوش مانع ينزل لفكرة 15 مليون جنيه بس الزمالك واقف عند 10 واسوان واقف عند 15 دي المفاوضات في اللحظة الحالية طيب نروح لمباراة اخرى وهي مباراة سموحة وامبي سموحة النهاردة بقيادة كابتن احمد سامي العائد مرة اخرى لفريق سموحة من سراميكا كليوباترا قدر يفوز في مباراةه الاولى بعد العودة 2-0 هدف اول لمحمود شبانة في الديئة 24 وهدف ثاني للمتقلق احمد مصطفى في الديئة 55 والاهداف امام حضراتكم الكامياء بتاعت سموحة واحمد سامي رجبة رجبة يعني والمناسبة كابتن العاشة برضو كان لسه محاق فوز مباراة لعبة الكلاسي الموسيقية المعتادة في المدربين لعلها وعسى لعلها وعسى تقف شوية اللعبة داية ونشوف استقرار في المديرين الفنيين دي الأهداف امام حضراتكم مباراة اخرى كانت في منتهى الاسارة منتهى الاسارة ليه بقى ان بيرامدز لقى بعشر لعبين بعتارد احمد سامي في منتصف الشوت الاول بيرامدز واسرامية كيلوباترا تعادلاء ايجابيا اتنين اتنين هدف اول ليه رمضان صبحي لبيرامدز في الديئة 18 من ضربة جزاء وبعد كده محمد ابراهيم تعادل ليه سرامية كيلوباترا ايضا من ضربة جزاء في الديئة 35 ورغم الطرد عبدالله السعيد قدر يسجل الهدف التاني في الشوت التاني ليه بيرامدز هدف التقدم في الديئة 58 تصورنا ان المباراة ستنتهى عند هذا الحد محمد ابراهيم اقشى ضربة الجزاء حلو اوي اوي بصراح اوي اوي كمان تصورنا ان المباراة ستنتهى عند هذا الحد ويفوز بيرامدز 2-1 رغم النقص العددي ولكن قدر صلاح محسن يسجل هدف التعادل لفريق السيراميكا كيلوباترا في الديئة 90 في الوقت القاتل عشان تنتهي المباراة بالتعادل الايابي اتنين اتنين ده هدف عبدالله السعيد وبعده هي هدف لعب الندي الاهلي عن معالي السيراميكا البطرة صلاح محسن كان كعادل مهم السيراميكا ولكنه غير مجدي لفريق بيرامدز اللي بيحاول يعود مرة اخرى للمنافسة على لقب الدوري الممتاز الدوري ولع المنافسة شدت سويا في الصدارة او في صراع الهبوط واحنا ننتهي او نقترب من الانتهاء من الدور الاول الامور خلاص الامور الرابط تبان ملامحها مين هينافس ومين هيصار على الهبوط تعالوا نشوف جدول ترتيب الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة يلا بينا في صدارة جدول الترتيب النادي الاهلي وانكسه مباراة بخمستاشر مباراة في صدارة الجدول بسبعة وثلاثين نقطة بيرامدز في المركز الثاني بواحد وثلاثين نقطة من ستاشر مباراة في يوتشف في المركز الثالث من ستاشر مباراة واحد وثلاثين نقطة الزمالك في المركز الرابع بتسعة وعشرين نقطة عادي النهاردة الزمالك للمربع الزعبي مرة أخرى في المرتبة الرابعة وطبعا فارق النقاط يزيد بينه وبين المتصدر النادي الأهلي المكور العرب في المركز الخامس بـ 28 نقطة لتحاد سكندري في المركز السادس بـ 26 نقطة غز المحلة في المركز السابع بـ 25 نقطة المصري في المركز السامن بـ 20 نقطة وأسوان في المركز التاسع بـ 19 نقطة وبنفس الرصيد سموحة في المركز العشر في المركز الـ 11 سيراميكا كريوباترا بـ 18 نقطة وفي المركز الـ 12 فارقو بـ 16 نقطة وبنفس الرصيد طلاع الجيش في المركز الـ 13 في المركز الـ 14 فريق الدخلية بـ 13 نقطة ومعه بنفس الرصيد فريق إمبي في المركز الـ 15 وفي المركز الستاشر البنك الأهلي ب12 نقطة بنفس الرصيدة الإسماعيلي في المرتبة قبل الأخيرة وفي المركز الأخير فريق حرس الحدود ب11 نقطة وله مباراة زي البنك الأهلي ده الوضع بالنسبة لجدول الدوري أبرز الملامح فريق المكون العرب اللي قريب جدا من المربع الزهبي اللي كان موجود في المربع الزهبي قبل فوز الزمالك النهاردة والإسماعيلي اللي مازال يعاني تحت في منطقة الهبوط والبنك الأهلي اللي منذ صعوده للدوري الممتاز بيحاول دايما أنه موجود في منطقة أمينة ولكنه دائما في منطقة الصراع على الهبوط رغم كل التدائمات والصفقات الكثيرة اللي بيعملها البنك الأهلي في حقيقة الأمر طيب النادي الأهلي في المغرب النادي الأهلي أستعد لمواجهة كبيرة أمام أوكلان سيدي يوم الأربعاء القادم فيه مستهل مشواره بكأس العالم للأندية والنادي الأهلي إن شاء الله يقدم بطولة كبيرة وبطولة محترمة كعدتو يعني في كأس العالم للأندية بصراحة لوحد يطمح لأكتر من البرونزية ولكن إن شاء الله لو الأهلي وصل السيمي فاينال فأكيد الصدام هيبقى صدام صعب وقوة جدا أمام فريق ريال مدريد بس إن شاء الله بس نوصل للمرحلة داية ونشوف النادي الأهلي قدام ريال مدريد في منافسة دولية كبيرة زي كأس العالم للأندية النهاردة النادي الأهلي خاد أول مران له في المغرب على ملعب سائية الرمل باستاذ تطوان المران حضره السفير المصري ياسر إبراهيم وشاهد المران جلسة بين مارس الكولر وجهازه المعاون وأيضا جلسة مع اللاعبين مران كمان شاهد مشاركة السلاسي محمد هاني ومحمد عبد المنعيم وحسين الشحاد بعد شكواهم من الإجهاد في الأيام الماضية مران كمان كان فيه تدريبات بدنية لنص ساعة لتجهيز اللاعبين والأهلي كمان تسلم النهاردة الكرات الخاصة بمباريات كأس العالم للأندية والفيفا قام بتسليم النادي الأهلي شهادة رسمية لتوصيق مشاركته في كأس العالم للمرة السامنة في تاريخه لعب النادي الأهلي النهاردة خضعوا لجلسة تصوير رسمية للبطولة وكمان الفيفا عمل اجتماع تنصيق لبعثة النادي الأهلي لبعثة فريق النادي الأهلي والجهاز الفني وعرض عليهم كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة ده أو ده فيما يخص النادي الأهلي وتوجوده الآن في المغرب استعداداً لأولى مبارياته في كأس العالم للأندية إيه الوضع بالنسبة لعقوبة محمود عبد المنقيم كهربا الناس مستنية هيا إيه العقوبة قصة بتاعت مباراة الأهلي والزمالك لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت الاكتفاء بتغريم محمود كهربا بسبب اهتفاته ما بعد مباراة الكمة الأخيرة ومصدر بالتحاد الكرة قال لنا فيه رقم عشرة إنه في حال تراجع المستشار محمد عبدالصالح عن الاستقالة من لجنة الانضباط والاستمرار في اللجنة سيتم اعتماد الغرامة على اللاعب وغوق هذا الملف تماماً يعني أقوبة كهربا هتبقى غرامة وبس وبس طيب اتحاد الكرة المصري طلب من أندية الدوري الممتاز إن هم يتعاونوا مع منتخب الشباب وإن هم يسمحوا للعابيهم بالانضمام لمعسكر المنتخب المصري منتخب مصري للشباب الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا وتحديداً السماح بانضمام عمر فايد من مكور العرب ومحمد حمدي من إنبي وعمر الساعة وياد العسكراني من الإسماعيلي المعسكر هينطلق إن شاء الله في الفترة من 1 فبراير وهيخد خلاله منتخب مصري للشباب 3 مباريات استعدادة لمبطولة اللي هتقام إن شاء الله في الفترة من 19 فبراير حتى 2 أو 12 مارس المقبل بصوا يا جماعة بصوا يا ريت يا ريت لو سمحتوا نتعاون مع منتخباتنا الوطنية ومحدش يقول لي أصل الفيفا وكلام إحنا شغالين بنا وبين بعضينا حشب يقول لي أصل الفيفا بيسمح بإيه وما يسمحش بإيه ما نخشش اللفة ديت مع منتخب مصر سحبا ندعو نرف اللفة دي كل مرة وفي آخر اللعبة بتروح لمنتخب مصر فبدري بدري كده كله يتعاون وكله يبقى لطيف وكله يفكر في منتخب مصر وإحنا أصلا بنلعب اللعبة دي عشان خاطر منتخبات مصر الوطنية كل أندية دي بتلعب عشان خاطر منتخبات مصر الوطنية مشكورة يعني وتطلع علينا لعيبة عشان خاطر منتخبات مصر الوطنية فمش محتاجة دوشة ده رايش طيب رئيس نادي الزمالك المستشار المرتضى منصور قال إن كابتن أسامة نبيه عرض عرض عودة جزوالدو فريرا لمنصبه كمدير فني والعمل معه كمدرب عام ومجلس الإدارة هيجتمع لمنقشة مقترح أسامة نبيه ده جالنا الخبر ده حالا بحسب تصريحات رئيس نادي الزمالك مرة أخرى مرة أخرى تصريحات رئيس نادي الزمالك إن كابتن أسامة نبيه عرض على مجلس إدارة نادي الزمالك إن جزوالدو فريرا يعود مرة أخرى لتدريب الفريق كمدير فني وإن الكابتن أسامة نبيه يعمل معه كمدرب عام ورئيس نادي الزمالك قال إن مجلس الإدارة هيجتمع لمنقشة مقترح كابتن أسامة نبيه ده الخبر والتعليق لحضرتكم مدرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت اليوم تشكيل لجنة مؤقتة لتولي إدارة شؤون النادي الإسماعيلي خلال الفترة اللي جاية وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي وهيتم عرضها على وزير الشباب والرياضة والوجه بسرعة إصدار القرار الرسمي اللجنة فيها مين؟ اللجنة فيها اللواء أبو بكر الصديق الحديدي والأستاذ محمد إبراهيم أحمد الأستاذ أحمد جمال فهيم المستشار الطاهر الشفعي والأستاذ مروى عرابي والأستاذ محمد الشحات إبراهيم والأستاذ نصر الدين مصطفى وكابتن إسماعيل حفني إضافة إلى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط كل التوفيق إن شاء الله للنادي الإسماعيلي الأمور تتحسن في الفترة اللي جاية متخمنا الوطني لكرة اليد أنهى مشاركته في كأس العالم لكرة اليد رقم 28 وعشرين أكمت في بولندا والسويد بالحصول على المركز السابع وده نفس المركز اللي كان منتخبنا الوطني يحصل عليه في البطولة الماضية النهاردة منتخبنا واجه المنتخب المجري بصراحة المباراة كانت درامية جدا ومرسونية جدا قدام المنتخب المجري بدون داعي بصراحة يعني احنا كنا فارقين وكنا بفراجع المباراة النهاردة بشد في شعري احنا فارقين بخمسة وست أهداف والأمور طول المباراة سهلة وميسرة وإحنا ناخد المركز السابع وإحنا حطين في بطننا بطيخة صيفي وفجأة المباراة يحصل فيها تعادل نروح لأشواط إضافية والحمد لله في الآخر نكسب بفارق هدف صعبنا الأمور على نفسنا وخلينا المباراة يعني متوترة على الفاضي بصراحة يعني بصراحة بس عموما حلو يعني إيه حلو إن على قل على قل ما نزلناش عن المركز اللي كنا فيه في البطولة الماضية كنا نحب إن احنا ناخد خطة لقدام أكبر بس ماشي ماشي ما نرجعش الورا يعني لو ما عرفناش نخش لقدام ما نرجعش الورا ماشي نمني على ده ونشوف اللي جاي إيه نهارده محمد علي حارس مرمى منتخبنا الوطن كورتلياد عمل مباراة كبيرة جدا على فكرة محمد علي بروندو كان بيستبعده في معظم المباراة المهمة الماضية وكان بيعتمد على اثنين حرارة محترمين برضو بصراحة كريم هنداوي وحمايد بس محمد علي النهارده عمل مباراة رائعة وكبيرة في نقطة في موضوع كورتلياد احنا كويسين في كورتلياد احنا هيلين في كورتلياد احنا عندنا منتخب محترم والأهم في رأي من منتخب محترم احنا عندنا منظومة لكورتلياد منظومة محترمة محتاجين شوية تعديلات بسيطة محتاجين شوية إضافات بسيطة انا اقول لها رأيكم حاجة مهمة المدرب بتاع منتخبنا هو مدرب محترم بروندو مدرب الاسباني مدرب محترم بس يعني تحس انه في حتة بيقف عندها احنا اطموحنا اكبر يعني اطموحنا نروح سيمي فاينل ولأ ما ناخد البطولة النهارد دي المركزة البطولة بالمناسبة للمرة الثالثة في تاريخها وللمرة الثالثة على التوالج يعني احنا كنا وش الساعدة عليهم في 2019 فتحنا لهم باب البطولات في كأس العالم خدوا اول بطولة وبعد كده البطولة البعدها 2021 وبعد كده البطولة دي 2023 دول التغيب البطولات اللي خدوها في كأس العالم والثالثة على التوالج احنا محتاجين مدرب طموح اكتر بالمناسبة وده خبر رقم 10 الاتحاد المصر الكورت اليد انهى خلاص علاقته مع المدير الفني الاسباني بروندو اليد وجاري البحث عن مدير فني اجنبي اخر لتولي المهمة خلال الفترة القادمة ويكون متفرغ طرفين بروندو عنده فرقة بيدربها في ألمانيا مع منتخب مصر احنا عايزين برضو مدرب متفرغ والنبي يا جماعة والنبي والنبي احنا جبار البلد دي كبيرة مش محتاجة اقول بس احنا بلد كبيرة اوش الراجل الاجنابي الجميل المحترم اللي هيجي هيشتغل عندنا في كرة اليد في كرة القدم في كرة الماء يجي يبقى متفرغ يبقى بتاعنا الوحدين حالاك هتاخد مقابل ده ويجي تشتغل معنا ولك الشرف واحنا لدينا الشرف فمبلاش بقى الجو اللي هو بتاع ايه هيشتغل معنا في دانس ده اللي هو يجي معنا شويتين يجي معنا في البطولات ويمشي لسه عايشين القصة بتاع الكلاتين برج بنلف نفس اللف اللي يشتغل معنا يشتغل معنا الوحدين فان شاء الله بإذن الله لاتحاد المصر ورغم كده بالمناسبة يعني انا مع الناس اللي شايفت ان بروندو كان مدرب كويس ومحترم بس طبعا لو كان متفرغ كان ممكن يدينا اكتر كان يبقى افضل مثلا فزي ما قلت رحل لكم بروندو خلاص انتهت علاقته مع المنتخب المصري الكرة اليد وجاء للبحث عن مدير فني جديد لمنتخبنا الوطني نروح لي حصاد المحترفين المصريين اليوم تعالوا نشوف النهاردة محمد صلاح شارك في توديع ليفربول لكأس الاتحاد الانجليزي على يد برايتون بهدفين مقابل هدف واحد كان طبعا ليفربول ودع كمان بطولة رابطة المحترفين الانجليزية البطولتين اللي اكسبهم ليفربول للموسم الماضي محمد صلاح لعب المبارب الكامل صنع هدف وصنع فرصة وسادت ثلاث كرات وتامرياته الصحيحة كال 16 من 23 مكتش من المباريات الكبيرة لمحمد صلاح ولكنه كان من افضل الوحشين يعني في ليفربول النهاردة ليفربول كله النهاردة كان ساي جدا مصطفى محمد النهاردة شارك اساسيا في تعادل نانت مع كليرمونت فوت سلبيا في الجولة العشرين من الدوري الفرنسي لعب 74 دقيقة سادة كورة تامرياته الصحيحة 8 من 18 لمسك كورة 27 وبرضو مش مباراة من مباريات محمد صلاح محمد او مصطفى محمد الكبيرة يعني في الدوري الفرنسي ابطالنا بقى ابطالنا اللي خدوا بطولة النهاردة احمد حجازي وطارق حامد كسبوا اول بطولة مع نادي اتحاد جدة بعد ما فازوا النهاردة بالسوبر السعودي على حساب فريق الفيحاء بهدفين دون مقابل الف مليون مبروك لابطالنا الدوليين احمد حجازي وطارق حامد طارق حامد لعب المباراة بالكامل النهاردة تامرياته الصحيحة 114 من 116 رقم رائع جدا لمس الكرة 128 مرة وتدخلاته الدفاعية النجاحة كاية 6 مرات وطارق حامد مطلق جدا مع الاتحاد جدا احمد حجازي لعب المباراة بالكامل ايضا تامرياته الصحيحة 86 من 90 لمس الكرة 99 وتدخلاته الدفاعية النجاحة 7 وحجازي خلاص واحد من اهم الركائز الاساسية في نادي الاتحاد السعودي عامل اداء رائع جدا ايضا طيب حسنا بكاملين مع حضراتكم بعد الفاصل اي شرفنا ويناورني كابتننا كبير كابتن جهاد جريشة خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى اي شرفنا ويناورني في هذه الفقرة كابتننا كبير كابتن جهاد جريشة خبرنا التحكيمي الكابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة كارين سواء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين اخبارك ايه كله بخير الحمد لله يا ربي دايما طيب انا عايزو لحراركم بس كام خبر كده مهمين وعاجلين جدا اول اخبار ان الاتحاد البوليفي لكرة القدم اخطر النادي الاهلي بتحديد جلسة استماع بالفيديو كونفرنس للعب برونو سابيو مع لجنة الانضباط في الاتحاد البوليفي في ازمة اشتباكه مع حكم طيب لجنة الاستماع هتقعد او هتتكلم مع برونو سابيو لو لو خدوا قرار بأقوبة برونو سابيو اقاف او خلافه هتطبق عليه في الدولة المصري مع النادي الاهلي سواء مباراة او اتنين او حسن ما هيخضوا قرارات فلجنة الاستماع اللي المفروض اللاعب يعني يخضع ليها هتكون خلال الايام القليلة القادمة خبر اخر انه خلاص الامور بالنسبة لامام عشور شبه حسمة مع متلند ال دنماركي نادي الزمالك مرحب مبدايا بهذه الصفقة سايب الموضوع لامام عشور حتى صباح الغد امام عشور من جانبه موافق على عرض متلند ال دنماركي وحابب يطلع الى الدنماركي الصحافة الدنماركية بتقول ان امام عشور هيبقى متواجد غدا في الدنمارك عشان يجري الكشف الطبي مع فريقه الجديد متلند والصفقة هتكلف النادي الدنماركي 3 مليون يورو لصالح نادي الزمالك مع 20% نسبة اعادة بيع امام عشور على وشك الرحيل من نادي الزمالك يا كابتن جاد عامل ايها؟ الحمد لله كل تمام قبل ما نخش في المباريات والتحكيم او يعني التحكيم في المباريات رأيك ايه في رحيل مارك لاتنبرج بص يا كابتا جربة موجودة حضر مصري ريكورد القدم جاء وانا كنت من اول الناس المؤيدين للتجربة عشان خاطر تحكيم مصري مش هش خاطر مارك عدد 13-14 اسبوع وقلنا انه مفيش جديد الراجل ما قدمش جديد للتحكيم المصري طبعا كان انتفاق انه بيسافر وبيروح وبييجي لكن منجحش بالصورة اللي احنا كنا منستنينها او منتظرينها اي نعم كلنا بلقونه برضو ياخد فرصة لغتل الاخر لكن الظروف اللي حصلت والاعدة اللي حصلت وفي الاخر الاختلاف اللي حصل والراجل سافر بنتكلم ان احنا دلوقتي خلاص بأمر واقع الراجل مش موجود احنا لو هنقابل التجربة بالنهايتها الانتهاء دي فهو ما فيش نجاح ما نجاحش تحكي المصري مارك ما اضافش لي حاجة وبس احنا بنتكلم ان كانت تجربة كنا نتمنى كلنا لنا نجاح عشان تحكي المصري يرجع بصورة محترمة بعكس التارث سنين اللي فاتوا او الاربع سنين اللي فاتوا موجود في مصر ايا كان مين ده هيجي خبر اجنبي اللي معاه اللي نجحه فهو يعني الغطم هم سافر اللي سافر بعد 13 أسبوع 14 أسبوع أنا عندي عندي قناعا فيه حكام ما عرفش مستواه في حكام ممكن اسمهم لسه ما علاقتش معاه وبالتالي المعاونين اللي معاه كان هم اساس اي شغل دلوقتي انا فاروق والناس اللي موجودة معاه بتمنى لهم طبعا فاروق أخ وصديق غالي واللجنة اللي موجودة تمنى لهم كل توفيق ونجاح في الآخر كلنا مستندين لأي حد يقول للمنظومة التحكير المصري لانا في الآخر المكان ده او المنظومة دي احنا ترسم الترس اللي كانت موجودة فيها وبالتالي كل الدعم للناس اللي موجود لكن انا بتكلم ان طول الوقت الخبر الأجنبي على الأقل السادة الأولى كل اللي معاه هم اللي ينجحوه وبالتالي انت محتاج معاونة غير طبعية لانه جاي راجل يعتبر لو بتتكلم انه هو شاف الرؤية ما عندوش رؤية ما عرفش حد ما عرفش مستويات وبالتالي كان اللي معاه هو أساس شغله أساس نجاحه كان يبقى المعاونين اللي معاه كان خطأ تعيينه رئيسا للجنة الحكام كان المفهود الاجتفاق بفكرة انه يبقى راجل مستشار للتحكيم المصري مطول للتحكيم المصري بص هو وبالتالي اللي جاي عشان احنا خلص تجربة خلصت ان شاء الله الاتحاد لمصري يستفيد من اللي جاي التجربة اللي جاي لانه عرفت انه 3-4 ايام وهنلاقي فيه خبر جديد فأتمنى اللي جاي بقى نستفيد من التجربة اللي فاتت في ننجاح تجربة اللي جاي اي ان كان بقى من اللي جاي برضو انا برضو انا مع نجاح اي خبير اي ان كان عشان التحكيم المصري بحياة كويسة فأنا دعم للناس اللي موجودة حاليا المصريين ودعم لللي جاي احنا طول الوقت بندعم التحكيم المصري من الشخص اللي موجود فبالتالي احنا هم نتكلم كل العقبات او كل السلبيات اللي كانت موجودة مع مارك نتلافها في التعاقد في الجديد ان شاء الله احنا ليه بنجيب خبير تحكيم المجنبي والله دي وجهة نظر اتحد القرى اللي بيدير اللعبة احنا لازم نحترمها في الاخر هم اللي بيديروا هم اللي شايفين انا وجهة نظر الشخصية انا كجهار لو سألتين هقولك لا ادي الفرصة الفاروق والناس اللي معاه يكملوا الموسم واحنا كلنا هندبادعمين ليهم ومسندينهم اذا كنت سألتنا رأي شخصي لكن في الاخر اتحد القرى اختار واحنا يبقى مع الاختيار ومع التحكيم المصري مستمرين للاخر ما فيش مشكلة خالص طيب اتحد القرى قال انه اللي جاي بعد كلاتن برج يبقى خابر تحكيم اجنبي ايضا واوروبي بنسبة 90% المفروض المعايير تبقى ايه اثناء الاختيار اولا لازم انا تواجد تواجد كامل ادي اول نقطة كتسلبية مع مارك تاني حاجة انا برضو قلته وهاقولها تاني محتاج ناس معاه محترفة مش نص محترفة يعني اللي تعاونوا معاه لازم بمعا عين كان العدد عاديل التحكيم فقط تحكيم محتاج شغل كتير تحكمنا المصري بالذات محتاج شغل دور طبيعي محتاج ناس تبقى اعداله 24 ساعة وهما هيبوا عيون الراجل اللي هشتغل معاها يعني هما اللي هنجحوه او هما اللي ممكن ما نجحوش التجربة اللي جاي وبالتالي محتاج ناس تبقى محترفة بمعنى محترفة بمعنى ان مالكش شغل تاني الا تحكيم صحيح ده موجود في كل اللي جان على مستوى العالم العربي والعالم الافريق في الدين كل الوقت اللي تحكيم بقى احتراف صحيح فاللي جاي محترف اللي هو الرئيس اللجنة فاللي موجود المعالي لازم المحترفين اعدل له 24 ساعة وبالتالي ده الخطة الاساسية للنجاح بعد كده وفر له كل سبل النجاح ان شاء الله يا ربنا يكريمه ان شاء الله طيب هنكمل مع الكابتن جهاد جريشا ولكن الاول ناخد عبر الهاتف الان كابتنك كبير كابتن عبدالزاهر السققى المدير رياضي بنادي فيوتشر يا كابتن عبدالزاهر مشرف ومنور حبيب يا كبير الله يخليك حبيب اخبارك يكله بخير الحمد لله حبيب لكن نهارده قدمتوا مباراة محترمة ولكن في النهاية كانت الهزيمة الله يخليك الحمد لله يا فضل اللي راضيين تماما عم الأداء والعيدة قدت بشكل كويس جدا انه قدت المطلوب منها لكن المباراة دائما عبارة عن تفاصيل صغيرة وما بتغلط طبعا قدام فرق كبيرة اكيد هتتعاقب يعني لكن الأولاد عمل عليهم بشكل كبير جدا كابتن عالي حتى شكرهم في قط اللبس وشكرنا كل دا كأدارة وحد ذاته انت بتلاعك فرقة كبيرة هو أول هزيمة الموسم ده إن شاء الله يعني يكون آخر هزيمة إن شاء الله لكن بشكل كويس الحمد لله ربعين لسه محافظين عن المكان اللي احنا فيه طبعا المنافسة اشتدت طبعا النقطة بقت قريبة فده في حد ذاته يعيش شغلي أكتر واكتهد أكتر ومذاكر أكتر إن شاء الله نقدر نتعلم الدرس ونقدر إن شاء الله نذاكر تاني ونشتغل تاني وإن شاء الله رب العامل اللي جاي بأحسن بإذن الله طيب أنا مش هسألك على أي أمور فنية بطبيعة الحال النهاردة ولكن حسنا النهاردة إنه الشوت التاني تحديدا فيوتشر ما كانش بنفسه قوة الشوت الأول يعني الشوت الأول فيوتشر كان قوي جدا الشوت التاني هل الأمور كان أولاها علاقة بأمور بدنية ولا هبوط بعد الهدف التاني النادي الزمالك والله كريم مش عارف يعني ممكن أختلف معك في الحتة دي لإننا نحن الشوت التاني تقريبا إحنا وان سايت جيم دم نزل زمالك وتقريبا هم ملهمش فرصة خالص وإحنا دايما مهاجمين وهم رد فعل إحنا دايما فعلوا هم رد الفعل خاصة إن الشوت التاني لما نزل نصر ماهر فلا تماما خالص يعني أنا شايف إن إحنا حتى الشوت تاني امتركنا المقرأة ممكن الشوت الأولادي كان فيه نوع من الهجمات اللي هم جابوا هدفين وإحنا جبنا هدف يعني لا حد ذات المطش كله عمتا إحنا راضيين تماما عن أداء الأولاد بشكل كبير جدا عظيم بالمناسبة وفينا أحمد عاطس آه كان أولا كان مصاب وبعد كده كان عنده امتحانات وكابتل علي فضل إن هو لما ينزل يبقى سليم جدا جدا يعني لإن هو كان مصاب وبعدين نزل وهو ما كانش الإصابة كان اكتملت مية في المية فرجع الإصابة جديد تاني لكن إحنا كان جاهز لمباراة ولكن الكابتل علي فضل إن هو ما يجذفش بي يعني هو سعد سمير وعمر كمال وعلي الفيل وجنش طبعا لا بس جنش على إصابته كبيرة شوية طيب كابتل عبد ظاهر بالنسبة لأحمد رفعت سمعنا كلام في الساعات الأخيرة أنه ممكن يرجع تاني وتتقطع عارضه مع الوحدة الإماراتي الكلام ده مظبوط ولا غير صحيح يعني لسه أنا ما اكتملتش بشكل كبير يعني لكن يعني أنت عارف أنا قلت في المعاصقر بقى أنا ثلاثة أيام في المعاصقر قبل أف يومين وده الثالث لكن في حد إذا تغرفعت لعب كبير وإضافة كبيرة ومن أول ما ابتدأ النادي وهو معناه لعب كبير وإضافة كبيرة طبعا هو الكلام على الزمالك والمصري هل الاثنين دول كلمونكم فعلا لا 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 تماما أنا أنا الحاجات دي ما كلمت معك كريم قبل كده الحاجات رجوع أو بيع أو شراء لك تبقى مسؤولية الإدارة تماما ونلغونا فيها وإحنا بنقول رأينا آيه بنقول لنا كلام أنا سواء كابتن علي ماهر طبعا في الأول والآخر برضو كابتن علي هو طبعا بيقال له إن هو بيقول اللعب ده تمام مش تماما طيب كابتن عبدالعب زاهر بالنسبة للفرقة نفسها فيوتشر هل في تدائمات لحد ما يناير يقفل ولا خلاص كده الأمور اتقفلت بالنسبة لفيوتشر والله بشكل 99% يعني لا طبعا مش هنجيب حد خالص لأن احنا الحمد لله أنا انتلك سكواد كويس جدا يعني احنا عمين حسابنا من أول السيزون حتى من السامل فاتت في بداية السيزون كمان دعمنا بشكل كبير على أساس إن احنا عارفين تماما إن احنا عمدنا أربع مطلوب بننفس فيهم وبنشتعل فيهم بشكل كبير ومش هدى لو جيت لجميع المبارات ما فيش حد في السكواد حتى فيتلاقي في بعض المطشاط بتاعتنا مش هتلاقي إن احنا عندنا تأثير بالغيابات لأنه كله أخذ جرعة التدريب نفس جرعة التدريبية اللي موجودة اللي بدأك كابتن علي للعيبة الطريقة فكله متحفز وكله مدمر فعشان كده بقولك إن احنا دايما يعني انت النهاردة فرقة ما بيجرب منها واحد ولا اثنين بتتلقى تأثرت لكن انت النهاردة غاية مننا تقريبا خمسة أساسيين يعني بتتكلم على علي الفيل ووسعد سمير وعمر كمال واحمد عاطف دي ناس أساسية في الفريق لكن ما حسناش بهم لأن اللي قدوا قدوا كويس جدا بشكل كبير وده من مميزات الفريق السناني صحيح صحيح طيب كابتن عمزار عايز تدخل وجودك ووجود برضو كابتن كبير كابتن جهاد جريشا معايا بمس علي جدا الكابتن كبير طيب بمس علي جدا بمس علي كابتن عمزار بمس علي كابتن عمزار رأيك كيف رحيل مارك تلاتنبرج عن لجنة التحكيم المصرية أي خبرات أنا بزعل عليها بشكل كبير جدا يعني أي نوع من الخبرات أو التجارب أو اللي عاشوا تجارب أو لفل أعلى مننا احنا كنا مفروض نستفاد منهم بشكل كبير جدا زي ما بدل ما نروح نعمل مطشوات واحتكاكات الاحتكاكات كانت عندنا والأكسبرينس كلها كانت عندنا والتجارب كانت عندنا أنا بقول إن إحنا اللي ما عرفناش نستغل الموضوع إحنا اللي ما عرفناش ناخد منه كل حاجة لما نجي قد واحد مرتب لازم أخد منه كل حاجة كل حاجة حياة اللايفستيل بتاع الحاجة بي أعمل إزاي إزاي كون شخصيته مش بس فنيات لأ في بعض الناس عندها فنيات بس ما عندها الشخصية وده الشيء المهم جدا في الحكام يعني في بعض الناس عندها تكنيك عالي جدا ووقفته سليمة جدا ونظرته عالية جدا لكن ما يمتلكش الشخصية الحكم ما هو إلا ضغوط ضغوط رهيبة تصور إن واحد لا اللي اتنين ما بيعترفوش بيه يعني أنا آدم واحد الفرقتين دايما معترضين عليه فتصور ده عايز فنيات ولا عايز شخصية لا عايز شخصية رقم واحد بعد كده الفنيات إزاي دير المطش إزاي إدارة المطش الوحدها ده فن كبير كبير جدا إزاي أقدر أساطر على اللعيبة جوه المطش صحيح أنا لما عدت معاه في أول السنة ومستدعانة كنت أكلمه في حاجة إنه هو يجي للأندية إنه هو كان مفروض يجي حضر اللعيبة لأن أول واحد بيعترض على الحكم هو اللعيب فدايما لازم نثقف اللعيب إحنا أولا إحنا كإدارات مش مصقفين في التحكيم كمدرين فنيين مش مصقفين في التحكيم كلعبين مش مصقفين في التحكيم طب وإنت بزعلان علي أن أنا بعترض ليه ما أنا بعترض ممكن ساعاته بجهل ليه؟ لأن أنا مش مطلوب من أن أدرس تحكيم لكن مطلوب إن الحكم يجي درس للتحكيم يعني إحنا بره كنا في تركيا كنت حسّت التحكيم ده إجباري كان عليها خصم وخصم كبير جدا فكنت بقوله لو سمحت تعال أشوف أنت النهاردة لعبنا سيزون مثلا فيوتش اللعبت السنة للفادي تعال أقولي النهاردة إيه الأخطاء اللي وعد فيها وإزاي أنت كنت خاطئ عبد الزهر وإنت بتعترض أنت وكابت معالي مهارة على الخط لا ده الكرة صح 100% لأن القانون يقول 1-2-3 اللعيبة الحالات بتاعتك اللي أنت حاجات كتير أول كانت تشرح لنا في تركيا فعشان كده كنا بننزل المطش كنا عارفين إحنا إيه اللي علينا وإيه اللي لينا فعشان كده أنت عارف أن أنت تطلع إيدك من جنبك وتشاور للحكم منك تقنظر يعني أنت بس عشان تشاور بس أنت تطلع إيدك بره جسمك وتشاور عليه لكن بنت تقنظر أنت تديت إيه اللي الحكم عشان تحميه أثنين هو الحكم الوحيد اللي في المنظومة لا ينطلق علينا أو محترف صح خالص تماما يشتغل شونا واتنين يا كابتن عبد الكريم كابتن كريم هقول لك تفصيلة واحدة وبعديها ممكن أقفل الحديث ده لو الحكم ده بيعمل بدن بتاعه فين بيتعالج فين يعني بجد أنتوا أهم واحد في المنظومة هو مهمل بشكل كبير جدا صحيح صحيح اثنين أنا ما شفتوش نزل الملعب يعني ما شفتوش نزل يعني يعني إيه نزل الملعب أنا مش جاي براجل راجل أكاديمي أنا راجل جاي براجل ده تطور ناس كتير وخد تجارب كتير ما شفتوش محاضرات في قلب الملعب ما شفناهمش ملعب هم بيقولوا الموقف ده والحالة دي قطر يعملها ازاي ولا تعاملت معاه ازاي ولا ليه تردت فلان احنا ما شفناش احنا أنا بقول ان دايما احنا اللي خايبين انا بطلق علينا كبير احنا احنا ما استفدناش منه بشكل كبير جدا اكيد اكيد خسارة هو الغلطان احنا الغلطانين لكن خسارة وخسارة كبيرة جدا طبعا للتحكيم صحيح ياريت نتعلم منها ياريت نتعلم منها صحيح نتعلم منك الكبتن الكبير كبتن عبدالزاهر الساقة المدير الرياضي بنادي فيوتش انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة هاخد منك كلمة الكبتن عبدالزاهر الساقة دي كلمة مهمة جدا الحاكم في مصر مهمة هو بص الحاكم هو الحلقة الاضعف في المنصوبة لما تطلب من الحاكم يديك اداء ويديك مستوى ويديك شغل في الملعب يديك شغل في الملعب يديه برضو وغفر له وفر له حماية وفر له مدياته وفر له الراحة النفسية ولما يروح أسوان يروح بطيارة لما يروح مشاور بعيدة وفر له المواصلة يوصل حاجة أدمية للحاكم ده مش موجود في مصر وبالتالي انت عم يحتاج عشان تأخذ من الحاكم أحسن حاجة عنده توفر له كل سبط الراحة اللي تأخذ منه الحاكم بيروح سايق عربيته اه انا شخصان كنت بروب عربيتي هروح لبرج العرب اسوق لبرج العرب ساعتين ونصف ساعة ثلاث ساعات سايق وحكم مطشي وحكم مطشي جاري مثلا مطل أهلي ومصري برج العرب جاري تسعين دقيقة صح وارجع سايق نفس المشوار موجود تبقى جاهز بدنيا كمان فالحاكم لا الحاكم عندنا في مصر طبعا كنت نفذر بالكلم صح الحاجة الوحيدة اللي مش محترف في المنظومة أو مش واخد حقها في المنظومة بالتالي وكله الضغط عليه يعني اللعيب لو أخطأ اللعيب ما بيحسش بضغط الحاكم صح ورغم دايما ان احنا نتحدث عن انه أهم عنصر في المنظومة يعني احنا نتحدث عن انه أهم عنصر في المنظومة وأكتر عنصر في المنظومة غير مهتم بيه كريم بمنطقة البساطة شيل أي حد في المباراة المباراة هتكمل إيه لا الحاكم صح من غيره ما ما فيش مباراة صح شيل مدرب هتكمل شيل لعيب هتكمل أي حد في المباراة دي نقطة فيه منتهى لهمية طيب مشي كلاتنبرج تمام وهيجي واحد مكانه اللي يجي مكانه كنت أنت بتقول دلوقتي على المعايير أهم حاجة أنه هو يبقى مستقر معنا هنا دي حقيقة السؤال المهم اللي شغلني يبقى رئيس لجنة حكام ولا مطور للتحكيم المصري اللي هتتفق عليه لا أسيبك من الاتفاق فاض أنا مقولكش على الاتفاق اللي هتتفق عليه فاض أنا بقولك الصح إيه الصح زي التجربة اللي موجودة في أي مكان أنا بيجي لي رئيس لجنة الحكام من بلدي وبيجي لي مطور للتحكيم من بره والاتنين على فكرة بمستقرين في البلد تجربة بمطالبة بساطة الجزائر جمال حيمودي رئيس لجنة حكام ومعاكم دي شونج مطور تطوير رجل مطور التحكيم في أفريقيا ومطور التحكيم في الجزائر وبالتالي رئيس لجنة حكام جزائري ومطور التحكيم من بره الجزائر بس على فكرة مش برضو مش طياري مستقر بياخد أجازات الحديد خالص بس طول وقت موجود فده مهم فانت لو جبت ده واشتغلت الاتنين اشتغلوا مع بعض بصورة محترمة هتلاقي في نتجة نتجة إن شاء الله محترمة أنا ليس أقلتك السؤال ده فضل إن شغلانة رئيس لغلة التحكيم دي هي شغلانة معقدة في مصر تحديد تمام وفيها تفاصيل عايز حركة تكلمني عنها أكتر عشان ناس فاكرة برضو إنها حاجة سهلة إنه هي بس بتتوقف على فكرة تعيين حكام كل أسبوع إنه في تعيين حكام في دوريات الدور الدرجة الثانية ودور الدرجة الثالثة في حكام مساعدين في تطوير حكم في تفاصيل كثيرة لمهام رئيس لغلة الحكام أنا فاهم صح لملون المياه المطور اللي جاي ده أساس شغله هيبداره متاس الكريمة اللي موجودة عندك الكريمة ده هيعتم بيها لأن اللي بتعملنا مشاكل كل المشاكل اللي بتحس بياها على فكرة ممكن في القسم الثاني فيه أخطاء متحسش بيا صح اللي ما تبقى فيه مطش كبير قوي يعني حصل مشكلة كبيرة هتحس بيا صح لكن أي مطش في الدور الممتاز بتحس بيه جدا وبالتالي هو لما بيجي أول اهتمام ليه هيبقى القسم الأول الدور الممتاز صح وبالتالي الحاكم رئيس اللاجنة ده بمهتم بالدور الممتاز بالقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع وكل حكام المناطق والشغلان دي شغلانة هبيرة وبالتالي محتاج شغل غير طبيعي على فاكرة أنا بقولت ليه محترف وليه الناس اللي موجودة معاه بمحترفين زيه عشان انت محتاج 24 ساعة شغل تحكيم احنا في مصر محتاجين الناس ما اضغمطش عينها في شغل تحكيم التحكيم احنا بقالنا التحكيم محتاج شغل يعني الفتر اللي جاب وشغل كبير جدا عشان نخرج من اللي احنا فيه فمحتاج الناس اللي موجودة مع الاجناب اللي جاي يبقوا محترفين زي ما الاجناب محترف ويقعدوا للتحكيم واشتغلوا للتحكيم 24 ساعة عشان يلاقي نتيجة في الدور الممتاز وليه نتيجة من الناس اللي طالعها اللي ده التطوير بقى انها منطور العنصر الاساسي فيه في الدور الممتاز وبنطور العناصر الصغيرة اللي طالعها عشان المنظومة تستمر مع بعضها لسنوات طويلة بعد كده عزيم عايز عليك سؤال وقبل ما نخش لحاجات كنية يعني انت فيه مثلا فيه حكم زي لعبة الكورة كده بيبقى عنده مستوى ثابت يعني اللي هو ايه اخطاء قليلة لكثير من المباريات كل الحكام كويسين لو اعتفقنا بس الحكم ده اللي فاي انا اقدروا لك مثلا افضل لعب في الدوري فلان اللي هو ده مش فلان في المطلق بس فلان على ضوء هذه الفترة على ضوء هذه الفترة من الحكم اللي انت شايفه ان المستوى كان ثابت اكثر عدد ممكن مباريات ممكن يبقى ثلاثة بص مش ثلاثة كمان انا بقولك ان الفترة اللي فاتت دي ما تستحلها تقول حكم او اثنين او ثلاثة مميزية لان الفترة كلها لبعضها فترة مش مميزة فيه حكام اه مشين كويس وخده مطشاطه والعدد بتاعهم طالما مطشاطه لانه لما بتنجح الرجل كان مشغال اللي بينجح بيلعب اللي ما بينجحش بيركن وكدها عفكرة من احلى حاجة عملها مارك مفيش حد اخطأ واستمر ودي حاجة ممتازة ده مهم انت لما اللي يخطئ حكم كبير حكم صغير يتم استبعاده الحكم الصغير اجاد يستمر الحكم الكبير اجاد يستمر وبالتالي ده على فكرة الصباح والعقاب ده مهم جدا وهم يتحقق ما باش فيه محابة الحكم او حكم يغلط يتعاقب والحكم الكبير ما يتعاقبش لأ دي كانت موجودة وانحنا بنتكلم ان انت طول الوقت حاول تعمل ده وحاول تشتغل على ده عشان تلاقي التحكيم محترم في مصر بالمناسبة في اسماء بعنيك دلوقت شايف هينفع تبقى موجودة كمطول للتحكيم في مصر او رئيس الحكم في مصر اجنبي برا مصر ما هو انت بدي كان في نص موسم زي اللعبة بتيجي في اول موسم بدورها لعيبها فدلوقتي برضو هتبقى العملية مين اللي فاضي مين اللي قاعد عندوش مكان بيشتغل فيه او متعاقد فيه دلوقتي على مستوى العالم كله منظومة التحكيم او الادارة التحكيمية او لجانة الحكام عن مستوى العالم كله بقى محترفة وبالتالي تلاقي كله كواحد شغال في مكان عشان تلاقي خامة او حد اسم كبير يجي يضيف عندك او بديل انت هتبقى عندك قناعة كمشاهد عادي او حد في التحكيم اسم سوبر في التحكيم وفي نفس الوقت يجي يضيف لك مش محتاجين التجربة اللي فاتت احنا وكل المستويات التجربة اللي فاتت مش نجحة يعني شيئنا ام ابينا التجربة مش نجحة المهم بالتجربة الجاية تنجح وكلنا تكاتب عشان تنجح فبالتالي انت بحتاج اسم كبير اختريبه صح والاسم الكبير خلاص اتحدى القرآن اجنبي خلاص اسم كبير اجنبي هيجي نختار معاه مجموعة تنجحه عشان التجربة اللي جاية مينفعش معاه فشل سؤال بنسأله دايما في التدريب واسرولك في التحكيم اجيب خبير تحكيم اجنبي دلوقت واحنا في نص الموسم ولا كمل بمصري واستنى الموسم الجديد واجيب واحد اجنبي انا قلت يا رأيي انا انا لو فيدي القرار هدي محمد فاروق الفرصة والناس اللي معاه يكملوا الموسم بمنتهى المنتهى الارتياحية والرجل موجود مش يجيب حد من بره لا محمد فاروق موجود والناس اللي معاه ادوموا الفرصة وعلى فكرة لازم ادي الناس فرصة الناس دي لو خدت فرصاتها ممكن تنجح وتنجح نجح سم الاجنبي لكن خلص احنا بتكلم على قرار تاخد بس انا لو فيدي انا قرار كجهات اقولك لا يا محمد فاروق يكمل وبلاجنا بتحت يكمل طيب في حالة واحدة بس عايز اخد رأيك فيها النهاردة طرد احمد سامي في مبارات بيراميدز هتونا يا جماعة الحالة بتاعت طرد احمد سامي في مبارات بيراميدز النهاردة وهوها سيرامية كلوباترة عشان الطرد الناس كلمت عنه كتير مش عارف حالك شوفتها ولاها بس ادي نشوفهم مع بعض اولا اللعبة دي مفيش فيها فاول على المهاجم استمر اللعب دلوقتي نوقف نرجع الصورة بالمكان الحكم في مكان ممتاز ارجع بس بالصورة الخطوطين ورا كمان كمان لحد ما توصل لها بسيراميكا كمان ارجع كمان ارجع لسيراميكا اليد دلوقتي فوضة طبيعي اليد دلوقتي فوضة طبيعي اليد تحركت عشان تاخد مساحة تمنع القرى القرى دي داخل لاجون وبالتالي دي منع فرصة محققة لتزجيل هدف يعاقب عليها اللعب اولا براكل الجزاء وكرتة احمر للمعنى فرصة محققة باستخدام اليد وبالتالي كان قارة صاحب المحاكمة المباره كان موجود صبح العمروي موجود في مكان ممتاز فشايف كواس جدا وخد القارة في الملعب وده مهم عندي احنا فهمنا انه اللعب دلوقتي لما ياخد ضرب الجزاء عشان يعني ما يطرش قردش لما يكون فيه منافس على القرى منافس عن ايه saber امامش على القرى امامش على القرى ي něickets لجبة الرجل اللاعيف يgger اسمoons على القرى طول ما فيه منافس على القرى يبقى ما فيش عقوبة سلساية يبقى فيه راكل الجزاء وانزاج حتى لو فرصة محققة الراجل رايح بفرصة محققة ما في مها عقوبة سلساية إ fingernaه بطروت في راكل الجزاء دفح ما فيش منافس على القرى او mask اه. مفيش منافسة عالقرة باشد من ورا. اه. او منعوا القرة بالايد دي بالمنظر ده. مفيش منافسة عالقرة دي دي منحها تخش خش الجنب. دي تلات حالات ترضى رجل جزاء وكرت احمر. لكن فيه منافسة عالقرة يعني انزلت عشان اجيبه القرة ما ننجحتش في اللعب القرة. وصلت رجل جزاء. مفيه منافسة عالقرة. دي تعاقب رجل الجزاء وانزار. عظيم. كابتن جهاد دا دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بنستمتع جدا بك. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كاي. اشكرك كابتن جهاد. لسه كميرين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد عبدالوهاب ومحمد داود. نتكلم معهم شوية فنيات عن مباراة زمالي كونفيوتشار اليوم. خليكم معنا. يا رب حضراتكم مرة اخرى يا شرف انه يدورني في هزي الفقرة الاصدقاء العزاء محمد عبدالوهاب ومحمد داود. نتكلم معهم عن مباراة اليوم. يا هوبا مشرف ومنور. نورك يا كريم ربنا خليك. اخبارك ايه? كل كويس الحمد لله. كل طايم. داود انا بيت مبسوط اللي انت بيت معنا على انا مبسوط اكتر بوجودي معك والله يا كريم. وكمان مبسوط بوجود هوبا النور. اخبارك ايه. كله تمام. الحمد لله يا حبيبي. طيب. هوبا مباشرة كده الزمالك النهاردة تغير بعد اه توليك كابتن اسامة نبيه مدير فني للفريق تغير الشكل بسبب كابتن اسامة بيه. ولا دا الشكل الطبيعي العادي بس اللي عيبا النهاردة كان عندها شوية حماس وروح اكتر. هو من ناحية الشكل اتغير فهو اتغير نسبيا. بس هو اتغير للافضل. لا مش شايف ان هو اتغير للافضل يعني عن اداء الزمالك في المباريات اللي فاتت. الفوز النهاردة كان لجمهور اكتر ما منه يعني. ومن المجهودات الفردية اللي عيبا ونحب نسمن يعني. طبعا اكيد داود يعني كنا نكلم برا لهوة لنسمن مجهودات محمد عبدالشافي. اللي كان مهدا. انا ردت لمحمد عبدالشافي عشر دقيقة. اه. نحدس عن محمد عبدالشافي. لا محمد عبدالشافي حالة ندرة في الكرة المصرية يا كريم. يعني هو دا اللي يحسسك ان ان كرة المصرية لسه بخير. يعني في المجمل يعني. اي هو دا اللي يتقال عليه اسطورة. اكيد. اكيد. جوه وورا الملعب. بالضبط مليون في المية قدوة لأي لأي حد يعني اي لاعب بيفكر انه هو ياخد الكورة دي كمجال لي. فالفوز النهاردة كان فوز يعتبر فردي. يعتبر فوز بالروح بمسندة الجمهور لفرق اثنين الزمال. دي كالزمان كان عنده مشاكل كبير قوي النهاردة. سواء على الجانب الدفاعي ونفس المشكلة بتاعة المحورين الارتكاز أو الدفاع. يعني سناء الدفاع عدم التفاهم وعدم القدرة على التقطيع على والربط ما بينهم وما بين بعض. فالمواقف الهجومية من الفريق المنافس التحولات كمان بالنسبة للزمانية كان فيها مشكلة كبيرة جدا 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 من اللاعب الخلاق اللي في نص الملعب اللي يقدر ان هو يستحوز على الكورة ويقدر ينقل الكورة من حالة الدفاع لحالة الهجوم شفنا يعني ايجابية صغيرة جدا. فكرة الرابط على الجنب الشمال ما بين عبد الشافي وما بين مصطفى الشاربي لكن ما كملتش خلال المباراة بشكل كبير جدا من الحاجات السلبية بقى اللي ممكن تقلل شوية الفوز يعني بتاع نادي الزمالك النهاردة هو فكرة ان زيزو بقى ما ظهرش خالص يعني المباراة اللي فاتت كان زيزو بيظهر على فترات حتى لو مش بيلعب في المركز بتاعه بيدي ستة او سواء عشر على جنب الشمال النهاردة زيزو كان مش موجود ومنظومة نادي الزمالك ما قدرتش ان هي تفيده بشكل كبير جدا فهو فوز مش مرجع بالنسبة لفرقة الزمالك لكن مع بقى الاخبار ومع الاحداث اللي بتحصلوا كده هل رجوع فريرة لو رجع فريرة لازم الزمالك يرجع بشكل اساسي لخطته الاساسية اللي قدر ان هو يفوز بيها باقي الدوريوكاس وهي 3-4-3 طيب انت مع رجوع فريرة ورقا بالحالة اللي كان ظاهر عليها نادي الزمالك النهاردة مع رجوع فريرة لان هو عنده القدرة ان هو ممكن يحول موسم الزمالك زي ما حصل الموسم اللي فات اظن ان هو عنده ادوار تانية للعيبة فكلام حتى كنا نتكلم معنا ودود فكرة وقفة اللعيبة خلال المباراة التاكتكس اللي ممكن يشتغل عليها للفاضل من موسم فيه لعيبة بتشكلة الزمالك حتى كمان مع اخبار رحيل امام عشور يقدر فريرة ان هو يطلق افضل ما فيهم في اللي باقي من الموسم ممتاز معاودة فريرة ولا في الظروف الزمالك الحالية بكل تأكيد معاودة فريرة لان انا شايف ان الامن نفسه بيفرط من الزمالك يعني الاماني الجمهوري الزمالك ان الزمالك يقدر يحقق شيء الموسم الحالي الدنيا بدأت تبقى بعيد جدا والناس كل شوية نظرتها بتكون اقل لطموحاتهم عن مستوى الزمالك الموسم الحالي وهنا اهمية جسوالدو فريرة بالنسبة لي بعيدا عن القيمة الفنية والقيمة بتاعت الراجل ان جسوالدو فريرة هو العنصر الاكبر اللي امن الموسم اللي فاته ان الزمالك يقدر يفوز بالدوري وكان بيطلع يقولها دايما في المؤتمرات الصحفية وكمان خرج من داخل الجهاز اللي انا عايز يوصل للجمهور اهتفوا وطلبوا ان اللعيبة دي تاخد الدوري وتحقق الدوري رغم ان الزمالك كان بعيد والكل كان بتكلم انه هو موسم استثنائي فحتى لو الزمالك بعيد عن بطولة الدوري انا شايف بوجود جسوالدو فريرة ممكن يأمل الزمالك ولو قليل من الامل في بطولة افراد هاي محمد عبدالشافي نهاردة كان ورقة مهمة جدا في تشكيلة الزمالك مع الجانب العظيم في شخصية محمد عبدالشافي بس الجانب الفني مازال مؤثر جدا في تشكيلة نجزة زمان محمد عبدالشافي هو واحد من اللعبين القلائل المستمرين في الكرة المصرية اللي بيدوا طعم الكرة المصرية بتاعت زمان بتاعت الجين الزهب للكرة المصرية اللعبة اللي أنضق بالكرة وأفضل بالكرة وفي كل مراحل اللعب مميزين وفي كل أوقات المباراة مميزين انا جاي بأكتر من حالة للمحمد عبدالشافي بدأنا نستعرضهم ونشوف محمد عبدالشافي دي لقطة الهدف الاول خبرة محمد عبدالشافي إن هو يستلم من طرف الملعب وبعدين يخش القلب الملعب ويكمل ويعمل اللينك مع مصطفى شلبي وده شيء كان بيفتقده الزمالك خلال المباراة السابقة وسجل الهدف الأول والبداية من عند محمد عبدالشافي نستمر في باقي اللقطات كمان دي كرة الهدف وطبعا البداية زي ما قلنا كانت من عند محمد عبدالشافي دي لقطة تانية شوف محمد عبدالشافي هو بيخرج من قلب الملعب عشان كان بيعمل تغطية عكسية وفي الهجمة المرتدة بيعمل الليمك مرة تانية بلمسة واحدة لمسة واحدة محمد عبدالشافي قاري الملعب بأفضل شكل اللقطة دي مهمة جدا وعايزين نقف هنا ساني نقف هنا ساني محمد عبدالشافي نقف ساني محمد عبدالشافي كان عمسك الخط مع مصطفى شلبي مصطفى شلبي لا محمد عبدالشافي هنا خبروته بقى ماينفعش اتنين لعيبة يبقوا وقفين على الخط بكل خبرته هنا مددح لعمق الملعب أكثر بالظبط عشان يستلم شوف محمد عبشافي الي على الطرف هو قدام نكمل بقى ونجري ونجري بخبرته بالملعب عاملةico يستلم الكرة هنا وهو هيستلم الهجم لانه دخل لعمل PACwith buy chain companiesجي بيحل الدنيا كلها وكمان بياخد مكان بس مصطفى الشلب يمكن مو خرجوش لكن محمد عبشافي التحرك ممتاز واللمسة لعبة من لمسة واحدة ودايما التحرك عنده ممتاز. هنا مرة تانية بيخش القلب الملعب عشان يعمل التغطية العكسية. بيطلع والقرار. انا بالنسبة لي اللقطة دي لو نعيدها تاني القرار. خطوة دخل لبرة وخطوة رجع لجوة تاني حسب حركة اللعب اللي قدامه. فلو نرجع طبعا اللقطة دي بطولية منه. لكن عايزين نرجع قبلها كمان والكرة لسه لا كمان. هنشوف iszai هو بياخد خطوة لبرة وبعدين لجوة. تاني محمد عبشافي هو دلوقتي دول ملعب نجري بقى ونجري بقى نكمل لقدام. هنشوف محمد عبشافي بياخد خطوة لبرة وبعدين يرجع تاني لجوة. هنا لبرة وبعدين خط خطوة لجوة عشان يطماء ويلعب لبرة. ومحمد عبشافي طلع برة تاني. خبرات ممكسفة موجودة عند محمد عبشافي طبعا واللقطة طبعاً كمان خرجها بشكل كمان جميل جداً. نكمل كمان لقطات كتير. هنا برضو محمد عبشافي داخل جوا عشان التغطية العكسية نكمل اللقطة. هنشوف عملية الخروج بالكرة بقى. موقف صعب على أي حد لكن مش على محمد عبشافي. لكن مش على محمد عبشافي طبعاً. وخرج الكرة وعمل الانطلاقة وعمل الباس كمان والهجمة المرتدة بشكل مميز جداً. مرة تانية محمد عبشافي هنشوف هنا. أنا عايز كمان نجري اللقطة كمان. نقف هنا ثانية عشان دي لقطة مهمة جداً بالنسبة لي نرجع نرجع كمان دي في ديئة تمانين. محمد عبشافي كان بدأ يتعب وكان هيوقف يعني كان هيوقف يشم نفسه ثانيتين ثلاثة نجري نجري نجري. هي هنا محمد عبشافي لقطت ونوقف هنا نوقف هنا محمد عبشافي كان لقطت ان الكرة رايح بعيد. هل ساعد عاك هو لسا بيوطي؟ لسا بيوطي يشم نفسه شوية. عشان الكرة بيعدت نهناك في الناحة التانية في ديئة تمانين. وبعدين اكتشف ان اللعب ده ممكن يبص هنا فرجع مرة تانية عشان يأمل التغطية العكسية تانية ونشوف خبرته في التغطية العكسية ودي كان شيء مهم جداً لو نفتكر في مباراة الاهلي. زمالك قسر المباراة بسبب التغطية العكسية نشوف بقى محمد عبدالشافي مرة تانية وحجز بجسمه وكمان نكمل الكرة مرة تانية محمد عبدالشافي وكمان هيخرج بالكرة واعتقد هيفوز برامي التماثل النادي الزمالك ويحافظ على الكرة في رجل النادي الزمالك وزي ما قلنا اللقطة دي في ديئة تمانين وكان بدأ يتعب. عايزين نشوف بقى هيفضل يكمل لحد ديئة حاجة وتسعين هنا برضو اعتقد اللقطة دي في ديئة تمانية وتمانين شوف محمد عبدالشافي بيهدي على رتم الملعب ولما لقى المساحة ما ترددش ان هو دايماً يتقدم فيها ودايماً حركته في قلب الملعب بعدين بينزل عشان يستلم الزمالك وبعدين بيجري تاني لقدام حركته بدون كرة ممتازة هنا اللقطة دي ديئة حاجة وتسعين من اللقاء بيفوز كمان بيفوز بالكرة ويفوز برامي التماس عشان نقول بس لعب اللقاط على الاست استخلاص ده لعيب عنده سبعة وتلاتين سنة في الديئة تمانين كان عايز يشم نفسه شوية في اللقاء وفي الديئة تنين وتسعين هو اللي عمل الاستخلاص ده من نصف ملعب ووتشر وقدر يعمل استحواز منزل ملعب برجع من اصابة طويلة كمان طبعاً قبل المباراة او مباراتين يعني كان بعيد حوالي اربعة او خمس سهور عن الملعب طيب عايز اخدك في نقطة مهمة جداً ياهوبا وهي فكرة انه رحيل امام عشور المتوقع خلاص خلال ساعات الى ميتلند قال دنمارك شايف الخطوة دي خطوة عاملة زي طبعاً خسارة فانية كبيرة بالنسبة لفرقة نادي الزمالك كان يعني بيعتمد جزوالد وفريرة وكابتن اسامة نبيه النهاردة على خط وسط سلاسي بزيادة هجومية بالنسبة لامام عشور في التحولات الهجومية في نفس الوقت كمان كان ليه ادوار دفعية وادوار كبيرة جداً في الاستحواز على الكورة ويعني اعطاء فرصة لزماله يعني انه يبقى متاح لالتمريرات يعني فهي تبقى خسارة كبيرة جداً لنهاية الزمالك صعب ان اي لعيب سواء جوة دوري مصري او من لعيبة المتاحين يعني من لعيبة الاجانب او المحترفين اللي الزمالك كمان عنده مشكلة في عدد اللعيبة المحترفة اللي يقدر انه هو يزودها القايمة بتاعته هيبقى مشكلة كبيرة جداً بالنسبة لفرق اتنادي الزمالك لتعويض امام عصور تعويض امام عصور مش هيبقى بلاعب رقم تمانية بنفس الخصائص بتاعت امام عصور تعويض امام عصور هيبقى اكبر ووصل لدرجة انه ممكن خط اتنادي الزمالك تختلف وتتغير بعد رحيل امام عصور المحتمل بشكل كبير هو لسه لغاية دلوقتي مش بالنسبة لفرق امام عصور بس احنا بنتكلم في حال ما اذا رحل امام عصور وهنتكلم ما انا وداود بقى يعني كمان الوجهات المحتملة وازاي ناس اللي بتفكر في امام عصور ليه بتفكروا في امام عصور فانا بالنسبة لي خسارة كبيرة جدا فنية بالنسبة للنسبة للزمالك وتعويضها مش هيبقى بلاعب هيبقى تعويضها بشكل كبير جدا لتغيير خطة لخطة فيها سنائي دفاعي رقم 6 صرف ويبقى اعتماد على الجوانب الهجومية ممكن للعيب رقم 10 في خطة 4-2-3 اسألك نفسي السؤال واسألك الزمالك هيخسر ايه برحيل امام عصور وازاي يقدر يعود امام عصور ولكن هنروح لفاصل بعد الفاصل نسبة اجابة داود خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى داود امام عصور خلينا نقول ان فريق الزمالك حاليا هو فريق القوامل اساسي اللي مبنى عليه او اللعيبة اللي بتمتلك كواليتي مميز هما ثلاث لعيبة والثلاثة المصريين امام عصور زيزو وبنتكلم عن فتوح خروج امام عصور هو خروج كبير جدا للادي الاسكواد نادي الزمالك المتأزم بالاساس الاسكواد اللي بيعاني بالاساس اسكواد اللي عنده مشكلة كبيرة بنفضل نقررها دايما ان الفريق دا مفتقد للعيب يقدر يكون في الملعب يقدر يساعد في عملية تنظيم الهجمة وبناء الهجمة امام عصور مش افضل لعيب يقوم بالدور دا لكنه عنصر من العناصر اللي نوعا ما بتساعد ولو بشكل بسيط فما بالك ان الفريق المتأزم اللي عنده مشكلة بالاساس في غياب امام عصور بيخسر امام عصور عشان نقدر نعرف قد ايه خروج امام عصور ممكن يسبب ازمة كبيرة لنادي الزمالك اللي قريدي عنده ازمة في صناعة اللعب الجدول دا ممكن يجاوب لنا على القصة دي دا الموسم بتاع 21-22 الموسم الماضي ارقام العيبة اللي عملوا تمريرات مفتحية صحيحة لنادي الزمالك زيزو رقم 1 ب18 في طولة الدولة خلينا نقول ان جزء كبير من ارقام زيزو كان جاي عن طريق العرضيات وراه اشرب بن شرقي رقم 3 في سكواد الزمالك كان امام عصور بعد كده شكبالة بعد كده احمد فتوح نشوف السيزون الحالي بعد ما الزمالك خسر اللعب رقم 2 وهو بن شرقي رقم 1 زيزو 11 امام عصور 8 احمد فتوح 4 سيد عبدالله نمار 3 حمزة المسلوسي 3 زمالك خسر الموسم الفات اشرب بن شرقي اللي هو اللعيب كان رقم 2 ورا زيزو دلوقتي بيخسر اللعيب رقم 3 في الموسم الماضي ورقم اتنين في الموسم الحالي إمام عشور زي ملك اللي بالأساس عنده مشكلة في صناعة اللعب وصناعة الفرص والتمريرات المفتاحية بخروج أشرب بن شرقي حاليا أنا شايف أنه كمان خروج إمام عشور زي ملك أرقام بتوضح لنا هو تاني أكتر لعب عمل تمريرات مفتاحية بعد زيزه هو تاني أكتر صانع الأهداف بعد زيزه كمان بالظبط فخروج إمام عشور بيكرس لمشكلة أنا وفوجة نظري هي بالأساس موجودة وكبيرة عندنا دي الزمان عظيم طيب انت وطني حاجة على ميتلند أنه هيبقى فرصة لإمام عشور أن يأخذ خطوة بعد كده طيب هو ميتلند من الأندية المعروف عنها أن هي بتحتم بتنمية المواهب وإعادة بيها أو تسويقها طلع أكتر من اللعيب للدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية الكبيرة زي الدوري الألماني مثلا ما فيش اللعيبة بالأرقام الكبيرة يعني مش منكلم مثلا على بنفيكا بس منكلم على نادي عنده الفكر ده وعنده فكر إعادة البيع فلو حصل أن تم الاتفاق مع نادي الزمالك أكيد ممكن بالنسبة كبيرة عايقين يشوف نسبة إعادة بيع لإمام عشور دي هتبقى مهمة جدا بالنسبة لأن نادي الزمالك لو هيستفيد وشيف الميت ده رقم كبير طبعا كبير جدا وابتفرق كمان في الانتقالات للدوريات الأوروبية الأكبر ده رقم واحد رقم اتنين هو مالك النادي اسمه ماتيو بنهم ده هو مالك برينفرد وبرينفرد ليهم قصة كبيرة جدا مع Data Science ومالك Data Science يعني معينا داود برينفرد الإنجليزي اللي موجود في البريمير ليج بقاله دلوقتي سنتين وبيأدي أداء كبير جدا برينفرد كان عندهم سيستم وهم بيشتروا كل اللعيبة من وقت لما كانوا في الشامبينشيب والدرجات الأدنى في إنجلترا أنهم بيشتروا اللعيبة بناء على الإحصائيات بتاعتهم على سكاوتينج تيم شغال على تحليل الأداء وتحليل الأرقام بتاعت اللعيبة قدروا أن هما يكونوا فريق قوي جدا بنشوفه في البريمير ليج وبنشوفه بيفوز على الفرق كبيرة في البريمير ليج ففكرة الانتقال لميتلين دي مرحلة أولية ممكن تكون بالنسبة لإمام عشور لتفتح له بعد كده مجال أنه لو اتطور الأداء بتاعته تحت ناس دارسين الموضوع ده يعني مالك برينفرد وميتلين ده راجل دكتور في علم تحليل الأرقام والفيزياء فبالتالي ده هيبقى فرصة كبيرة جدا لتطوير مسيرة إمام عشور في حال اتمام الصفقة فهي الصفقة على عكس ممكن ما أشيع يعني أن الصفقة ليها أبعاد تانية لا هي الصفقة بناء على أرقام لإمام عشور الناس دي متفرجين والناس دي عارفة بتعمل إيه وإذا مالك يقدر يستفيد ما بعد بيع إمام عشور في إعادة البيع مستقبلاً والاستثمار فيه واستكمالاً للنقطة دي يعني تعرف كريم أنا عندي قصص كتير في قصة السكاوت على اللعيبة في مختلف رمضية العالم يعني النادي متلاً دايماً من الأندية اللي بيظهر قدام لعابتهم في السكاوت إنهم دايماً عينهم كويسة في اختيار اللعيبة فده شيء مهم جداً رقم اتنين وهو اللي يهم إمام عشور إن إمام عشور من اللعيبة اللي دايماً بتظهر لأي حد بيعمل السكاوت على مستوى العالم مش بس على مستوى مصر أو قارة أفريقيا من اللعيبة اللي بيظهروا بشكل مميز ودايماً يطمعوا أي سكاوتر في أي مكان في العالم إنه لأ ده لعيب مميز محتاج تكون عينك عليه فإحنا بنتكلم عن نادي بيعتمد على الداتا بشكل كويس مع لعيب أرقامه دايماً كانت تشجع أي حد مهتم بالداتا إنه هو يبص عليه ويتابع بشكل أكبر مشكراً كمان إنه هو لعيب دولي لعب مع المنتخب الأول ولعب كمان مع المنتخب الأولم هاي الجدد طيب عايز أخذك لنقطة تانية وهي ماذا سيضيف ناصر منسي لهجوم نادي الزمالك طيب فيما يخص ناصر منسي لعب الفرق الكبيرة ونقطة محتاج إنه هو خلينا نقول إنه هو محتاج إنه هو يتطور فيها خلينا نبدأ في النقطة اللي هي المميزة عنده واللي تنفع الفرق الكبيرة أنه ناصر منسي واحد من أفضل المهاجمين في الدولة المصري اللي بيلعبوا وظهرهم للملعب أنا هنا مش بتكلم عن لعيب مجرد إنه هو بيستلم ويريح لحقي حد جايب وشه لا هو بيعرف يلعب وهو ظهره للملعب وعشان الناس تعرف يعني إيه بيعرف يلعب هو ظهره للملعب اللقطات هي اللي هتوضح لنا وهتفهم معايا كمان يعني إيه بيعرف يلعب هنا الكرة الطولية على ناصر منسي وهو ظهره للملعب بيعمل البص وهو ظهره للملعب بيعمل انفراد لكريم بامبو أعطى هنا مرة تانية ناصر منسي ظهره للملعب هو اللي هيلعب الكرة براسه بيصنع فرصة تانية لكريم بامبو كل دي لقطات أنا جايبها بس عشان أبروز إزاي الرجل ده وظاهره للملعب بيتعامل بشكل كويس جداً هنا بيفوز بضربة جزاء وهو ظاهره للملعب مرة تانية ناصر منسي قدام نادي الأهلي ظاهره للملعب بيعمل بيصنع فرص كل دي حاجات لناصر منسي وهو ظاهره للملعب وده شيء بيحتاجه دايماً الفرق الكبيرة اللي ما عندهاش اللقطة دي بالنسبة لي مميزة جداً جداً من ناصر استلم من مرة واحدة حط الكرة حط تزميله في انفراض مرة تانية هنشوف ناصر منسي ظاهره للملعب بيلف ويشوت من مرة واحدة بشكل مميز جداً مرة تانية كمان ظاهره هنا للملعب وبيلف وبيسدد بشكل مميز جداً مرة تانية برضو ظاهره للملعب هيعمل الكرة دي بشكل مميز جداً من لمسة واحدة لمسة واحدة بيودي زميله على الجول وعنده قرار بالضبط أنا أنا زي ما قلت لك أنا بالنسبة لي دي ميزة مهمة جدا للفرق اللي زي نادي الزمالك أو حتى بالنسبة للنادي الأهلي اللي هو دايما المهاجم هي لعب بضهر بالضبط أنت مجبر أنك تلعب لضهرك أنت مش رايح بوشك أنت معندك شي مساحة وبتلعب على هجمة مرتدة فده شيء مهم جدا بالنسبة لي هنا دي بقى الحاجة اللي محتاج يتطور عليها ومحتاج كمان الجمهور يكون مستوعبها واللاعب رايح المعدل أهدافه ومعدل الأهداف المتوقعة اللي كان مفروض يسجله والفرص اللي بتتحليه خلينا نستعد الأرقام ونشرح للناس أن إزاي الراجل ده معدله التهديفه ممكن يكون جيد بس بيضيع بعض الفرص محتاج أنه هو الفنش عنده يتطور ده خلينا نتكلم أنه هو في موسم 19-20 في الموسم ده سجل سبع أهداف الأهداف المتوقعة سبعة ترجمة الفرص بنتكلم عن 26% خلينا نقول أنه هو تقريباً اللي جاله سجله وإن كان في الفرق الكبيرة ودائماً وإحنا بنتعامل مع الداتة الرقم ده مفروض يكون أزيد يعني لو أنت كان مفروض تكون جايب متاح لك سبع أهداف يفضل دائماً أنك تكون جايب تمانية وجايب تسعة لأن الفرق الكبيرة بتحتاج فينشر قوي فيما يخص ترجمة الفرص اللي هي 28% بنتكلم أن المعدل دائماً المميز بالنسبة للمهاجم أو المفضل يكون موجود عند المهاجم 33% اللي هو أنت من كل تلات فرص بتجيلك تقريباً بتجيب هدف ده معدل بيكون مأبول فهو هنا أقل من المعدل اللي مفروض يكون موجود عند مهاجم بالنسبة لفريق كبير لو استعرضنا للموسم اللي بعده كمان وشفنا ناصر منسي بقيت أرقامه موسم 2021 في الموسم ده سجل تسعة أهداف الأهداف المتوقعة برضو تسعة وترجمة الفرص برضو 25% وقلنا زي ما محتاجة تزيد شوية من ناصر منسي أخيراً الموسم الماضي كمان بالنسبة لناصر منسي ممكن نستعرضه الأهداف تمانية الأهداف المتوقعة تسعة هنا بدأت تظهر مشكلة أكتر كمان إن هو سجل أقل من المتوقع كمان فدي مشكلة عنده وترجمة الفرص 22% وده رقم نوعاً ما مقلق بالنسبة لناصر منسي أخيراً الموسم الحالي سجل هدف وحيد والأهداف المتوقعة كانت 22% وأقل ريكورد بالنسبة لناصر منسي كان الموسم الحالي أهدافه أو ترجمة الفرص كان 11% وده رقم قليل من عند ناصر منسي لكن زي ما قلنا على مستوى مراحل اللعب المختلفة هو لعيب جيد جداً محتاج يتطور في الفينيش وكان فيه رقم مهم جداً وأنا بشتغل على داتة الدوري المصري السيوسين اللي فات كان فيه خمس لعيبة في الدوري اللي كانوا كل تسعين دقيقة بيخرجوا من المباراة وهم صنعين فرصة سواء لزميلهم أو لنفسهم وعملوا محاولة على الجول ناصر منسي كان واحد من ضمن الخمس لعيبة اللي كل مباراة بيخرج وهو عامل محاولة على الجول أو عامل فرصة مش مجرد تسديد لا راح بفرصة خطيرة على الجول وفي نفس الوقت صنع لنفسه أو لزميله فرصة لكل تسعين دقيقة هايل على الأسف فاضيلي ديها واحدة ههوبا فهي اسألك سؤال واضح الزمالك على وجه السرعة خلال يوم ما وحنا نتكلم في تقريباً في 24 ساعة محتاج سفقات إيه أولوية لعيب كرياتر في نص الملعب يتحكم في رتم المباراة تاني أولوية بالنسبة لنادي الزمالك هو الجناح الأيصر تالت أولوية وهو الظاهير الأيمان يعني دولة بالترتيب كده بس لو فيه لعيب كرياتر وعنده خبرة في نص الملعب هايفرق كتير جداً عبدالله استعيد خلاص بعيد قوي عن نادي الزمالك لستا بيراملز رسمياً يعني أبلغ نادي الزمالك خلاص إنه مش متاح للبيع بس لعيب عنده خبرة يعني بأماشة مين في الدوري فيه لعيبة كتير بس يعني ممكن ما يبوش متاحين مثلاً لعيب زي ناصر ماهر مثلاً ممكن يكون خيار بالنسبة لنادي الزمالك بس اللعيب رقم عشرة الكرياتر اللي يقدر يتحكم في رتم المباراة هو بقى شرفت ونوارت نورك هاكريم ربنا أخليك شكراً جزيلاً داود شرفت ونوارت استمتعت جد شكراً جزيلاً ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على التخير